في ظل تسجيل عديد دول العالم ودول الجوار ظهور حالات مصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون تقوم الجهات المسؤولة بالدولة الليبية بإقرار حزمة من الإجراءات التي قد تسهم في التصدي لهذا المتحور والذي لا تزال البيانات حوله مبهمة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن عن إجراءات قد تطبق في الفترة القادمة تصب جلها في التركيز على أهمية إظهار بطاقة التطعيم الإلكترونية في المطارات والمؤسسات الحكومية التجارية والقانونية بل وحتى المطاعم والمقاهي العامة حيث نوها أن إغلاقها مشروط بمدى التزام أصحابها بتطبيق ما يعلن عنه من ضوابط بدورها وزارة التعليم شددت على أهمية إبراز بطاقة التطعيم الإلكترونية لكل من يرتاد المؤسسات التعليمية تزامنا مع بداية العام الدراسي في ظل هذه الظروف الصحية وكانت الحكومة قد قرت في وقت سابق إلزامية تلقي لقاح كورونا لكافة المواطنين وألزمت الوزارات والهيئة والمؤسسات العامة بفرضها على منتسبيها وأهابت وزارة الصحة بتوفير اللقاحات التي تغطي الاحتياج العام وإصدار نشرات فنية بشأن المطعمين وأنواع اللقاحات وفي هذا الصدد شهدت مراكز التطعيم إقبلا غير مسبوقة من قبل المواطنين فور ظهور أوميكرون في دول أوروبا ما يعكس ارتفاع حالة الوعي المجتمعي لدى المواطنين الليبيين